موسيقى سلام المسيح و اهلا و سهلا بكم مرة ثانية و ايانا تأمل هذا اليوم تأملنا اسمه سلطان الكلام الكلام اللي الى دور الى سلطة الى فعلا مكانه رح نقرأ من سفر النحمية اصحاح السادس والعدد التسعة مكتوب لانهم كانوا جميعا يخيفوننا قائلين قد ارتخد ايديهم عن العمل فلا يعمل الان يا الهي شدت يدي نحمية اللي كان الى رؤية وهدف لبناء اسوار والعدد دي حاربة وبسبب الرؤية اللي نحمية كان عندها ما تنازل والهذا بدأ العدو يستخدم استراتيجية حرب مختلفة هي مو الحرب بالسيوف لكن هي ارسال كلمات تخويف وزرع فكرة انكم سوف لن تنجحون في هذا المشروع البناء هل تعلم انه للكلمة الها سلطان وممكن يكون الها تأثير سلبي مرات تأثير ايجابي وهذه كانت الطريقة اللي حاول العدو ان يأثر بيها على نحمية والمجموعة اللوية حاولوا ان يوقفون بناء سور والهذا ما قدروا بكل الطرق الطريقة اللي استخدموها هي كلام انه انتم ما رح تقدرون تكملون ويديكم ارتخد اريد احذرك هاليوم باستخدامك الكلمات كلماتك الها مكانة الها سلطان الها تأثير بالاخص الكلمات السلبية كون حذر ان تترك للكلمات السلبية تأثر بيها على اللي حولك اذا انت متأثر ببعض الكلمات السلبية مثلا انت فاشل انت ضعيف انت ما رح يصير براسك خير انت محلوة وإلى آخره هاليوم العيد مثل ما سونا حمية وتصلي صلاة اللي نحمية صلاها شدد يا رب ايدينا محتاج انه فعلا انت تخلي فلتر على اذانك بالاخص على الكلمات السلبية الله بيعلمنا في الكتاب المقدس انه هو بيكلمنا بكلمات ايجابية اسمع كلام الله اليك ويمليك بالايجابية يا رب يسو احنا بنشكرك من اجل كلماتك الايجابية اللي موجودة انا بشكرك من اجل انت بتشوف كل واحد ووحدة بينا غاليين بتشوفنا مهمين اليك يا رب بتشوفنا فعلا بتشوف السيدات جميلات وبتشوف الرجال اقوياء وبتشوف يا رب انه احنا مفاشلين لكن انت بتعطي روح القوة وليس روح الفشل يا رب وصلي باسم المسيح من اجل كل شخص بيحس بنفسه بان هو هو دا يعيش على اساس الكلمات السلبية اللي سمعها انه تنكسر هالافكار باسم المسيح يسوع ويتقوى الشخص بيك انت يا رب باسم المسيح يسوع وصلي امين امين راقب كلماتك السلبية والرب معاك اشتركوا في القناة